المحلل والصحفي الرياضي الدكتور عدنان لفتة في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا أي محلل أو إعلامي أو صحفي يشكك في مسار منتخبنا الوطني بوجود كاساس أقول له أنك لا تفقه من العلم شيء ما قام به كاساس إلى غاية الآن كان إعجاز على الكرة العراقية وجميع المدربين المحليين في السابق أما اليوم يأتي بعض المحللين ويقول يجب إبعاد كاساس وكاساس لم يظهر بهوية واضحة وغيرها من التصريحات التافهة كاساس رجل المرحلة يجب الوقوف مع المنتخب العراقي في هذا الوقت المنتخب العراقي تأهل بالعلامة الكاملة وهذا لم يحدث مع جميع المنتخبات العربية الآسيوية إدارة نادي القوة الجوية توقع بشكل رسمي مع المدرب القطري وسام رزق لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل وتم الاتفاق على إقامة معسكر تدريبي للفريق في تركيا مطلع الشهر القادم بحسب مصادر موقع المستديرة الرياضية تم اكتشاف لاعب مغترب جديد يلعب مع نادي آيكس أمستردام الهولندي تحت 16 سنة اسم اللاعب محمد أمين من أب عراقي وأم مغربية يلعب أيضا مع منتخب المغرب تحت 15 عام يلعب في مركز المهاجم وهو مستعد لتمثيل المنتخبات العراقية بجميع الفئات العمرية فروة وطنية كبيرة يرجى استثمارها بشكل جيد قد يفيد المنتخبات العراقية في المستقبل الاتحاد الأسيوي لكرة القدم المتمثل بسلمان بن إبراهيم وبعض الأعضاء هناك تطلعات واضحة رصدت تهجم كبير من الجماهير الأردنية على المدرب المغربي حسيم عموتة وخصوصا بعد رفع مذكرة تجاوز علني من قبل إدارة نادي الجزيرة في الإماراتي بعد التجاوز على مدرب الجديد حسيم عموتة وتم رفعها إلى الاتحاد الأسيوي وعلى ضوئها هناك عقوبات صارمة بحق هؤلاء الجماهير الذين تجاوزوا كثيرا وأن الاتحاد الأسيوي قد يقرر عقوبة الجماهير الأردنية من مرافقة النادي لمدة سنة أو عدة مباريات تخلو من الجمهور الأردني أو قد تكون هناك عقوبات مالية ضخمة يتكفل بدفعها الاتحاد الأردني لكرة القدم لإيقاف هكذا تجاوزات وسخافات كبيرة لاعب فريق الزوراء حسن عبد الكريم أغمي عليه بعد نهاية مباراة الكلاسيكو بخسارة فريقه الزوراء بهدف وحيد تم نقل اللاعب إلى مستشفى الشيخ زايد للإطمئنان على وضعه الصحي وتبين أن هناك هبوط حد كان سببا بالإغماء اللاعب حسن عبد الكريم الآن بصحة جيدة وعاد إلى المنزل وهو لا يعاني من شيء اللجنة الأولمبية العراقية تكشف عن التقم الرسمي للمنتخب العراقي الأولمبي في أولمبياد باريس والذي سيكون من شركة يدي داس حصرا المنتخب الأولمبي سيغادر غدا إلى باريس بدون لاعب القوة الجوية الذين سيلتحقون بالوفد بعد نهاية مباراتهم أمام نادي الشرطة في نهائي كأس العراق بينما سيصل اللاعبين المحترفين مباشرة إلى باريس يوم غد من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي المحلل الرياضي عدنان أبو سعدية في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا مع احترامي لإبراهيم بايش لكنه لا يستحق التواجد في الأولمبياد ولم يقدم خلال الموسم أي مستوى يستحق خلاله الاستدعاء المدرب المغربي حسين عموتة مدربا لفريق الجزيرة الإماراتي وسط صدمة الجماهير والإعلام الأردني سخط كبير من الجماهير الأردنية وشتما للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تسمية المدرب عموتة مدربا للفريق الجزيرة الإماراتي بسبب تركه لتدريب المنتخب الأردني وسط عذر حاجته للبقاء قريبا من أسرته لفترة ليست بالقصيرة يذكر أن المدرب حسين عموتة هو من قاد الأردن لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة آسيا الأخيرة عندما أوصلهم للمباراة النهائية في بطولة كأس آسيا المدرب المغربي حسين عموتة بسبب الأصوات النشاز التي تهاتفت ضده وبالأخص من قبل الأردن الذي كان صاحب الفضل الكبير عليهم رد قائلا عندما تكون صاحب الفضل على منتخب قمت بإخراجه من الوحل إلى الطريق الصحيح يجب أن يكون هناك جزاء للإحسان الذي إحسنته إليهم لكن مع المنتخب الأردني والجماهير الأردنية لا يوجد شيء اسمه إحسان هم من أكثر الشعوب العربية لديهم همجية كبيرة ولا يوجد أي نوع من الثقافات لديهم أنا لم أقل لهم غير من أوصلكم إلى شيء تعجزون الوصول يجب أن تشكروه وليس العكس التهجم والسب والشتم عليه لكن هذا الكلام يخرج من الناس السخفاء لا عتب عليهم إطلاقا يستحوذ نجم منتخب العراق يوسف أمين على اهتمام ناديين أحدهما عربي والآخر تركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث يتنافس الفريقان للظفر بخدماته من ناديه الحالي أينترخت براونشفايج الألماني الذي يرتبط معه اللاعب بعقد يستمر حتى 30 يونيو حزيران 2025 وقالت مصادر مقربة من اللاعب لموقع المستديرة إن لاعب المنتخب العراقي أينترخت براونشفايج الألماني يوسف أمين لديه عرضان رسميان الأول من أحد أندية دوري روشن السعودي والثاني من أحد الأندية التركية إذ يفكر اللاعب حاليا بقبول أحد العرضين لكنه في ذات الوقت حائر بينهما خصوصا وأنهما مقاربان من الناحية المادية براونشفايج متمسك بنجم منتخب العراق وأضافت نادي أينترخت براونشفايج الألماني يرغب بتجديد عقد يوسف أمين كونه أحد اللاعبين المهمين للنادي خصوصا وأن مدرب الفريق دانييل شيرنين ليعول عليه كثيرا في تحضيرات الموسم الجديد وسيكون له دور أكبر من الموسم الماضي وأكملت نجم منتخب العراق موجود حاليا في معسكر فريقه الألماني بالنمسا ويخوض عددا من المباريات التجريبية اللاعب على اتصال دائم مع وكيل أعماله لكنه لم يتخذ قراره النهائي بعد وبينت المصادر أن الأمين لربما يرغب بالبقاء في صفوف فريقه الألماني حال قدم له المدرب والإدارة ضمانات باللعب باستمرار الموسم المقبل على أن يحسم موقفه بعد المعسكر إذ من المقرر أن يبلغ الإدارة والمقربين منه بموقفه الرسمي في منتصف أغسطس آبا مقبل ونوهت المصادر إلى أن أمين بعد انتهاء معسكر النمسا سيتوجه مباشرة إلى فرنسا للالتحاق بمعسكر منتخب العراق الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس حيث يرى في البطولة فرصة كبيرة لإظهار إنكاناته لعله يحظى بفرصة احترافية أكبر من العرضين التركي والسعودي لذلك فإن الأولمبياد سيلعب دورا كبيرا في حسم مستقبل اللاعب وتبلغ القيمة السوقية لللاعب يوسف أميني 400 ألف يورو وهو حاليا يبلغ من العمر 21 عاما فقط وسبق له أن مثل منتخبات الفئات العمرية في ألمانيا إذ لعب مع منتخب ألمانيا تحت 19 عاما عشر مباريات سجل خلالها هدفين وعلى مستوى المنتخبات العراقية فإن أمين مثل منتخب العراق للشباب في خمس مباريات وسجل هدفا واحدا بينما مثل المنتخب العراقي الأول في ثمانية مباريات وسجل هدفا واحدا أيضا ترجمة نانسي قنقر